موسيقى السلام عليكم ورحمة الله مجهز إخباري من قناة المرابطون أهلا بكم صادقة الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها على مشروع قانون اتفاق موقع بين الحكومة الموريتانية ونظيرتها الصينية مخصص لتمويل مشروع الصرف الصحي لمدينة واكشوت وتبلغ قيمة الاتفاقية عشرة مليارات أوقية نصفها قرض من دون فائدة يسدد على مدى عشرين سنة عشر سنوات منها تعتبر فترة سماح كما صادق مجلس الشيوخ كذلك على مشروع قانون يتعلق باتفاق تعاون في مجال البيئة بين موريتانيا ودولة قطر الاتفاق يشمل تبادل المعلومات والخبرات في مجال البيئة خصوصا فيما يتعلق بمكافحة التصحر والتغيرات المناخية والمحافظة على التنوع البيولوجي انتقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي سيدي والسالم جودة التعليم العالي في موريتانيا واصفا إياها بأنها دون المستوى وقال والسالم في حديث له خلال مؤتمر صحفي في نواكشوت عقد لتعليق على اجتماع مجلس الوزراء قال إن جودة التعليم بموريتانيا لا توازي حجم الانفاق الذي وصفه بالكبير مقارنة ببعض البلدان الإفريقية احتج عدد من الصناع التقليديين أمام القصر الرئاسي في نواكشوت رافعين شعارات تندد بالإقصاء والتهميش وقال المحتجون إنهم كثيرا ما أقصوا من المشاركة في المعارض التقليدية التي يتم تنظيمها في الخارج ويشارك فيها البعض باسم الصناع التقليديين وفق المحتجين أخيرا في هذا الموجز يستعد منتخب المرابطون للمحليين لخوض مباراة الياب أمام نظيره السيراليوني ضمن التصفيات المؤهلة لكاس أمم إفريقيا للمنتخبات المحلية مساء غد بالعاصمة نواكشوت وكان منتخب المرابطون قد فاز في مباراة ذهابي بهدفين مقابل واحد يمكنكم مشاهدنا الكرام متابعة هذا الموجز وغيره من مواجز ونشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة على الشاشة السادسة نشرة إخبارية بحول الله دمتم في أمان الله اشتركوا في القناة